ام ديالي لحتني في الرباط دوني البوليس على غير العادة جيناكم في هذا اللقاء الاستثنائي من مدينة العيون واللي غنخاطون خلاله حالة استثنائية الشاب في عقده الثاني عنده تجربة وعنده ما يحكي المجلة 24 من مدينة العيون توجه المجلة 24 عسى أن يلقى صوات وأذان ساغية لكي تنتشلوا من الظروف الصعبة اللي كيعيشها واللي عاشها نتمنى على أن هذا النداء يوصل لمن يهمه الأمر خصوصا للقلوب الرحيمة في بلادنا مرحبا بك يوسف الله يبرك فيك أخويا شكرا السلام عليكم أنا اسم اليوسف جابير جيت نعود لكم واحد القصة جريبة في الحياة ديالي كيفاش دوز الطفولة ديالي وكيفاش معاناة وكل شيء أنا اسم اليوسف أنا كتابع لي لله باش نعيش في الخيرية لأم ديالي لحتني في الرباط مدينة الريباط بالضبط صاو مات حسان لحتني في سنة 1997 صافي لحتني لأم ديالي دوني البوليس ومريد دوني الحضانة جلالي مريم بمدينة الريباط دوني صافي دوز شيء ثلاث سنين تمكت عاو تاني حاولوني انتاقلوني لمدينة داربيضة من اللي انتاقلت داربيضة للجمعية داربيضة يفش دوز الطفولة ديالي كاملة الحمد لله كانوا مرلين فينا بيه خير واكل شارب مقاري الحمد لله ملك الحمد وصلت واحد للاج للسن قانوني خارج من الخيرية و 18 عام ما اكتبش علي الله باش نعود ما اكتبش علي الله باش نكمل في التراصة جالي كان عندي واحد الحلم جالي باش نشد الباق ما اكتبش علي الله خرجت سي زيماني ما موافقوش لي باش نعود العام ما اوقفوش معي صاحب مني خرج من السي زيماني وصلت لسنة 18 عام وصاحبه قالوا يا غات تخرج من الخيرية بسافة عامة انا ما اكتبش عليك اخوه مني قانوني لادران ما ما اشي غانت تقبلها بزز مني غانت تقبله و لكن جات واحد صد مقوي لانا كتبش عارف شنو شنو العواقب من بعن كتبش عايش بيه خيرا انا كنجوز عمار عم قديم في ذلك الخيرية وهادي ما اعاربش قاع صاحبه ملي خرجونا خرجونا نيشة الشارع موجونا ما اعطونا درس ما موقفو معانا لفتكوين لقراية الاوالو هذا هو المشكل الكبير اللي دارو اخويا ارى مشكل كبير اللي داروو هادا اخرجونا من الخيرية ما تابعونا ما اتشي حاجة موجونا ما ادرنا لتكوين لا اتشي حاجة اللي باشنا نعرف وشنو نديرو خرجونا نيشة الشارع خرجونا نيشة الشارع ما نكتبش عليك الموجونا ما دينا صعيب وفي ذاكرة وقعت باش خرجونا الشارع عاركت بقى صغيرت 18 عام ما اعرف شنو كين في الشارع خرجونا نكتبش عليك ما اعرف شنو نبدا من نكمل بقيت تالف صافي الحمد لله تلاقي معنا الزوانين ونصحوني باش حمل حاجة ونصحوني على اساس البليام ما تتبعش الدراري اللي خرجين الطريق الله ام ملك العام واخد كانت تلك العام اللي اول فاش خرج من الخيرية داس شوية صعيبة داس صعوبات كتيرة من ناحية الخدمة ما يبغوش يخدموا ومشكلت تاني اخوي خرجوني من الخيرية وما كانش عندي نصحوني بيطاقة الوطنية لم يكنش عندي في ذلك الوقت ما سنقوم بعمل وانا هذه الساعة بقى السنة بقى صغير كمش نقلب على خدمة وانا ما يبغوش يخدموني يقولوا انت بقى صغير ما عندك الالاكارت الوالو وانتعود لهم الاسسوسياصي وانا ما كينش تسدو علي بيبان كامل صعب في دوسة هذا العام انتبه انتبه وكانت تبع تلك الزوينة للناس لم تتبع تلك الزوينة للناس لم تتبع تلك الزوينة للخيبة ولكن كنت تعرض ما سوف نحويش الصارقة يريد أن يأتي ضربك كله وراء أي شيء أتوقعها في الشارع أختي طاف ما سوف نحوي وفي هذه السنة صغيرة أي شخص يقدر يطمع فيك صافي الحمد لله ربي فوق مني الحمد لله لا تتبع تلك المهمة وفي العام خرجت لي بطاقة الوطنية و لم يكن لدينا نقلب على رأسي في مدن أخرى ومن بعد ذلك وكانت تعمل وقالت تعمل ويرتحدث عن أمور ما يقولوني؟ لا يريد أن يدعي لا يريد أن يفعلها وما يرى أن يرى مجهولة لا يحصل في ذلك الأب لا يريد زعمه لماذا؟ يقول أن لا يريد أن يؤدي أي شيئًا في حالة لم يصور معه يقول أنه أخذني محاسرة ولكنه فسأل المشكلة كبيرة يوجد هناك القانون في الموضوع سألقال زمن الميزة سألق الشيء لكي أن أفعل أنه لدي ودي وصف بالخطة لي وضعت لك صف بما أن توفقه لدي وصف لدي وصف ولكنه فسأل المشكل يجب أن ألقب بشكل كبير وكي ألقب كبير فإن ترتب فيها لا يريد أن يخدمك على ود السغلال يخدمك السكنة وماكلة ويقولك تخدم وفي الأخير يخلصني يقولك أنا أعطيك الباديل لأنه لا يوجد ساكن هذا صعب مهم الحياة صعب ولكن الله ملك الحمد نقوله الحمد لله ما أقولك هناك الناس زوانين هناك الناس الخيبة يوسف ما هي الظروف الخيبة وما هي المشكلة الأساسية التي لديك أنت مع الكارت ناصيونال أخي في ذلك الوقت المشكلة الكبيرة هو لماذا خرجوني من الخلية ولا لدي لقاء هناك أكبر مشكلة وهذا أقول إنسان سوف يخرجوني إلى الشارع لماذا سوف تصوّع لماذا أريد أن يخرج في المو الشامع هناك مشكلة كبيرة ثانية جمعية لا يريد أن يوقفها لديك منطقة البيبة وكل شيء يرد فيها تقول لهم أن تريد أن يكون خدمة وليس أقلب إليها لا يقفون معي في الخدمة لا يقفون لك لا يقفون لك لكي يأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان إنهم سوف تكون خدمة في الخدمة ويأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان لم يكن يستطيع أن يدخلك في هذا الوقت أنت عارف الوقت قليلا صعيبة يريد أن يدخل الخير ولكن يدام عليه حيث يستطيع أن يدخل المشكلة والحمد لله كانت تجد أم أولاد باب الله ما أقول لك أخوة أم زعمين أولاد باب الله أعيش هنا أولاد باب الله يستطيع أن يفترك ويعطيك كله هو التفكير وعقية يوسف انتفد نداء ذاب وانتفد العيون ما تريد أن تقول لك؟ أخوة كان أطلب الناس للمدينة العيون يوقفوا معي يديروني بحلقهم وولدهم مسلم يحسبوني كما أريدهم أطلب الناس للمدينة العيون يوقفوا معي أنا أريد أن أخدموا الساقر لأنني لدي حلم أن نكون عائلة لما كانت لدي هذه العائلة أنا أريد أن نكون عائلة لأنني أريد أن نكون عائلة لأنني أعيش ببوحدي إنسان يبقى أن أعيش ببوحدي أخوة صعبة إنسان يريد أن يريد أن نحاول وعندي طوموع ليس يقول لي أن أعيش ولكن أخوة الطوموع يقولوني أخوة صعبة ولكن أحلم و ما أنت كبيرت جعلت ؟ صغيرت أصوّد عاد قوارد أراد البلاسة كنت أراد أولاد والولاد لا تنسوّد حال لأخي لا يتفقد أولاد و عندما زادت على الموزة أعشع في وضع كل شيء و لكننا شقدوا الله و لكننا لم نتونج ألل عائلة و ندير ولدات و الحقيقة إنسو مارك مارك بقوا طويلة لكن لا تلقوا يد الموزة على الأخوة و كل شيء أعطى السياسي لا لماذا؟ لا، لا أكتب عليك هذه الفكرة لا يوجد بالي وصلت بي العظم مرة مرة ألف مرة وصلت بي حم مرة في المغرب كامل ولكي رأى أخويا فكرة ندير الشواء لماذا؟ أنا دائما كنت نشوف مع رأسي أنا برأسي مشكلة أنا عندي مشاكل وأتزيد عليك مشاكل أفيني غشولي غشولي في الضائع أكتار الضائع رأسك برأسي وأنا برأسي ضائع أنا كنت نشوف مع رأسي يكما من بلي ما تشي حاجة ما كان أهدي تشوة وضائع ونزيد نكمل على الله ولكن هذه الفكرة أخويا القسم بالله فوق مني والعواشر ما عندي ذلك الفكرة رجل صارقة ولأنتي أخاف من الله ماشي علاقة بالعبد ولا على الدنيا أخاف من الله سبحانه وتعال ما تعرف ربي أشنو مخبيلك من بعد كي يقولك ربي غير كون مزيان وشو ربي شنو مخبيلك من بعد يوسف بريتك تشوف هذه الكاميرا ماذا سبريك؟ ما هو الحاجة التي تجرحك ما هي الحاجة التي قاسحة لك؟ أخويا الحاجة التي قاسحة لديها أخويا أكويا أم أنكتب بشرك أخويا أخويا الأمر التي قاسحتني أشعر بكثاب في هذه الحياة كاملة هي عش بل وليدي هذا هو المشكلة الكبيرة أخويا كنت نرى بعض الأشخاص خارجين مبولداتهم ومدوزين العيد ومدوزين رمدان ومدوزين ما عندي شواء اللي يسول فيها ولا يقول لي واش مدوز رمدا ولا مدوز العيد شا نقول لك رائد الله كان طلب من الناس جلعوني وقفهم يحسبوني وولدهم يديروني كل شيء كنا انا راه بسيط انا راه ودبر الله ما انكدفش عليك انا مسامح لوالدي وخالح واني في الزنقاه هادي كنا مسامح لي وكنا عيش من صبر اخوي وحق الله والله لا عيش من صبر وكنا رايدي الحياة كلك يشوف فيك بواحد نظرة خيبة كلك يشوف فيك بواحد نظرة خيبة كله وكيفش كيشوف فيك هاش كارتك الدور كلك يردك حمق كلك يقول اذا راه ما عاش مني يجي جاي بغي يدير مشكلة ناا كله وكيفش كيشوف فيك بواحد طريقة وانا كان صبر في قلبي كان صبر كان عيام من صبر ولكن اش حملة حاجة تؤثرني على مو الشامع ديالي ولقيت صعوبة بزاعة في مو الشامع اش نقول لك ما لقيتش كيف حال نمرة ديالي من ما بدلين يوصف نمرة ديالي وكما تشوفوا هاد الحالة اللي هي حالة انسانية يمكن على انها لأين تدمعوا يمكن على انه القلب يكون مجروح فيها يمكن على انها حالة يمكن منها عشرات والألاف الحالات اللي كاينين وكما تشوفوا في العيون ولا في المغرب كامل ولا في العالم كامل ولكن اللي فيه شوية الانسانية دائما نشوف الانسان اللي هو اقل منك وحاول على انك تساعدوا بالبسيط وبالقليل باش الله سبحانه وتعالى يعطيك الكثير انك دكش اللي كيعطيك الله انفق منه باش يزيدك يوسف حالة من الحالات اللي كنشوفوه وكنت صادفو معاه يوسف تلاقيت معاه اليومة او لتصل بينه في مجلة 24 على اساس نوصل النداء ديال وللقلوب الراحيم ولمن يعنيه الامر باش يشوف المشكل كين مشكل وهو مشكل كبير دير شاب يمكن يكون في مرحلة من المراحل كان مشروع ديال مشروع ديال مجرم مشروع ديال ارهابي مشروع ديال مشروع ديالها ولكنه اكتفع لانه يعيش بطرف ديال الحلال خبزة ديال الحلال يمدي دو اياه باش الناس تساعدوا ولكن مكي يدير دو في جيب الناس باش يحيد له دياله يوسف يمكنك تعطي النمر ديال تليفون ديالك 07 18 63 90 11 07 18 07 18 63 90 11 نتمنى على انه رسالة يوسف توصل دمتم ودومنا في رعاية الله على امل انه يكون نتيجة ان شاء الله من هذا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة